افتتحت بمحافظة تعز أعمال الورشة الخاصة بإعداد خطة الاحتياجات الطارئة والمستدامة للعام 2020 في مديريات المحافظة وفي افتتاح الورشة التي أقامها مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة وحضرها مدراء المديريات أكد وكيل المحافظة عارف جامل على ضرورة العمل المؤسسي تبوي بالاحتياجات التنموية وفق خطط مزمنة وتصويب آلية العمل مع المنظمات بعيدا عن العشوائية والإزواجية داعيا مدراء المديريات إلى الرفع باحتياجاتهم بحيث يتسنى التعامل معها من قبل السلطة المحلية وتقديمها للحكومة ومتابعة تنفيذها من جانبه قال مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة نبيل جامل أن المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي قدرت نسبة الأضرار في البنية التحتية بالمحافظة أن أجمع عن الحرب والتي بلغت نحو 75% وبالتالي لا بد من تقييم حقيقي لأوضاع الخدمات والعمل على إعداد خطط تنموية عكس التحديات التي يمكن تغلب عليها سواء من خلال الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية وفق منظومة يتبنىها محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان منوها إلى أن ألغيت نسبة الاستجابة بحيث يتم الشروع في تنفيذ مشاريع مهمة لها علاقة مباشرة بحياة المواطن ترجمة نانسي قنقر